السلام عليكم اليوم ان شاء الله رح نوضح طريقة تثبيت وتركيب روماتي على الهواتف الصينية اللي بتشتغل بنظام الاندرويد طبعا طريقة تركيب الروماتي على هاي الهواتف بتخلف عن الطريقة اللي احنا دائما بنعملها على الهواتف مثل سامسونج لان هاي الاجهزة بالعادي ما فيها شاشة الداولود فهون الطريقة بتخلف وشغلة مهمة لازم نحكيها انه اللي بيحب يجرب هذا الشرح بيجربه على مسؤوليته الخاصة بالكامل خلينا نبدأ معكم في الشرح طبعا اول شي لازم نفعل خيار تصحيح اخطاء الـ USB علشان هيك راح نروح على خيار الضبط اللي موجود على الهاتف طبعا هاي الحركة او هاي الخطوة يعني مهمة بعدين بتروح على حول الهاتف بتنزل تحت بتضغط على رقم الاصدار بتضغط عليه 6 الى 7 ضغطات وبعدين بنرجع برا الشاشة راح تشوف عندك خيار المطور اتفاعل بتدخل عليه هذا خيار المطور او خيارات المطور بتنزل بتدور على خيار تصحيح اخطاء الـ USB طبعا اذا كانت مش مفاعلة بهذا الشكل بتضغط عليها وبتفاعلها مباشرة الخطوة الثانية راح نعمل ايقاف تشغيل للموبايل بالكامل والخطوة الثانية اللي راح نعملها علشان نقدر نركب روم على الهواتف الصينية بلزمنا ثلاث ملفات زي اللي احنا شايفينا طبعا اول ملف اللي هو الفلاش تولز وثاني ملف اللي هو درايفر الخاص في الهواتف طبعا هذول الملفات الاثنين راح اضيف روابطهم داخل المدونة ورابطها موجود معك في الوصف بضل عندنا الملف الثالث اللي هو الروم الخاص بالهاتف اللي موجود معك كيف انت ممكن تحصل على هذا الروم راح افرجيك انا طريقتين عن طريقهم تقدر تعمل بحث وتحمل الروم الخاص في الهاتف اللي موجود عندك من الانترنت مباشرة راح ندخل على المتصفح على الجوجل ورح نكتب داخل مربع البحث طبعا بتكتب بعدها اسم الموبايل اللي موجود عندك طبعا انا راح اكتب يومي تتش اللي هو الموبايل اللي راح اعمل عليه هذا الشرح بعدها بنضغط على البحث ورح تشوف قدامك مجموعة كبيرة من المواقع اللي فيها الروم الخاص في الموبايل تبعك تدخل على واحد من هاي المواقع وبتحمل الروم الخاص في الموبايل اللي موجود معك في حالتي انا زي ما انت شايف الروم حملته مسبقا على الموبايل الطريقة الثانية انه بتدخل على الجوجل خلينا نروع على متصفح الجوجل طبعا بتكتب اسم جهازك او اذا انك حافظ اسم الموقع الشركة صاحبة الجهاز اللي موجود معك تدخل على موقع الشركة في حالتي انا راح ادخل مثلا على موقع اليومي طبعا داخل الموقع بالعادة المواقع هاي او الشركات بتوفر رومات خاصة في الأجهزة اللي موجودة عندها مثل حالتي هون دخلنا على السيرفيس زي ما انت شايف مجموعة كبيرة من الأجهزة راح اختار نوع جهازي واحمل الروم الخاص في جهازي على الكمبيوتر وبعد ما تحمل الملفات مباشرة بنفك الضغط عن كل الملفات اللي احنا حملناها من الانترنت وراح اصير قدامنا الثلاث مجلدات نيجي على المجلد الثاني اللي هو عبارة عن الدرايفر الخاص في هذه الهواتف تدخل عليه ومباشرة بتعمل تثبيت بتضغط على الانستول او الستب بتثبت الدرايفر على جهاز الكمبيوتر طبعا التثبيت هذا سهل يعني ما بده اي شرح الخطوة الثانية راح نروح على الملف اللي هو الفلاش تولز اللي عن طريقه راح نقدر نثبت الروم على الموبايل بتنزل تحت في الخيارات في عنده خيار اللي هو الفلاش تولز هذا هو الملف تضغط عليه دبل كليك راح يشتغل معك برنامج الفلاش تولز اللي راح نثبت الروم عن طريق هذا الموبايل طبعا بعد هيك مباشرة بنختار من فوق خيار الداونلود زي ما انت شايف بتحدد خيار الداونلود وبعد هيك تضغط على الخيار اللي على اليمين سكيتر اللودنج مباشرة بتدخل على المجلد اللي فيه الروم الخاص في جهازك بتدخل على المجلد طبعا راح تشوف قدامك ملف يعني شكله زي التكست بتضغط على هذا الملف او بتحدده بتضغط بعدين على اوبن ومثل ما انت شايف انه البرنامج اظهر كل الملفات الخاصة في الروم في خطوة مهمة لازم نعملها راح نروح على الخيار الاول اللي هو بريلودر بتشيل عنه التحديد هاي خطوة مهمة انك لازم تشيل التحديد عن اول ملف موجود عندك بعد هاي الخطوة مباشرة بتضغط على خيار الداونلود اللي موجود عندك فوق وبنيجي بعديها للخطوة الاهم اللي بتتعلق في الموبايل وبتمنى انك تركز معي بهذه الخطوة لانها من الخطوات المهمة اول اشي اذا كان تليفونك من النوع اللي بتقدر تشيل منه البطارية مباشرة بتشيل البطارية من الموبايل وبتشبك الموبايل مع كابل اليو اس بي في جهاز الكمبيوتر وبعدها مباشرة بتثبت او بتركب البطارية ورح تشوف انه بدأ البرنامج في عملية تثبيت الروم على موبايلك اما اذا كان جهازك مثل الجهاز اللي موجود معي اللي هو البطارية ما بتقدر تشيلها من الموبايل مباشرة بتطفي الموبايل بشكل كامل زي ما حكينا من شوي وبعدها بتشبك الموبايل عن طريق كابل اليو اس بي بجهاز الكمبيوتر وبتضغط على زر الباور لمدة عشر ثواني بتضلك ضغط على زر الباور لمدة عشر ثواني حتى يبدأ البرنامج في تركيب الروم على الموبايل زي ما انت شايف بدت عملية تثبيت الروم على الموبايل اللي هو الخط الاصفر اللي موجود عندنا تحت وطبعا عملية تثبيت الروم بدأ تقريبا عشر دقائق يعني بدك تصبر على بينما ينتهي تثبيت الروم بالكامل طبعا اذا اعطاك خطأ انت بتقدر من فوق تحدد بدل تختار خيار الابغريد او الابديت اللي عملية التحديث طبعا بعد ما تطلع هاي الاشارة بكون تثبيت الروم انتهى وخلص على الموبايل بتقدر بعدها تفصل الموبايل وتشغله وترجع تضبط كل الاعدادات الخاصة فيك مثل اللغة وتدخل باسورد الواي فاي وغيرها من الاعدادات وهيك اخواني احنا منكون شرحنا الطريقة بالتفصيل الممل ياريت اذا عجبك الشرح واستفدت منه ما تنسى تدعمنا وتضغط على لايك اسفل الفيديو وتشترك بصفحتنا على الفيسبوك وربطها موجود معك في الوصف في امان الله اشتركوا في القناة